اللغات والمنصات المستخدمة في تطوير صفحات الانترنت طبعا قبل الولوج باللغات المستخدمة في عملية تطوير صفحة الانترنت من الصفر يعني إلى نهاية الصفحة إلى أن تشتغل الصفحة بدون أي مشاكل فصفحة الانترنت تختلف عن التطبيقات سواء كانت تطبيقات الهاتف الذكي أو سواء كانت تطبيقات ويندوز طبعا في تطبيقات ويندوز عملية تطوير البرنامج عثنا عملية كتابة الكود فأنت عندك عمل أو جزء جزء خاص في التصميم أنه أن تصمم الواجهة التي تظهر للمستخدم الواجهة التي يشوفها المستخدم من بوتون less post يعني text لهذه الأمور ويتفاعل معها الواجهة graphic user interface إضافة لذلك الكود الكود المضمن داخلها طبعا الآن إحنا هي هاي عملية تصميم وعملية برمجة الآن عملية التصميم والبرمجة في صفحات الانترنت هي جزءين وانفصلين مع بعضهما يعني كل جزء لا أحد كل جزء يستخدم للغات واستخدم للتقنيات لهذا الغرض تمام؟ فقبل أن نستعرض الجزء الأول اللي هو الخاص في التصميم تصميم الصفحة كواجهة اللي يشوفها المستخدم جدا بالعين اللي يقراها المتصفح الانترنت هذه يسمونها front end كمصطلح front end developer مطور front end فالfront end هو يحتمد على ثلاث لغات أساسية ويلو كلها لغات تصميم عندها لغة جافا سيكريبت طبعا هذه اللغات لغة HTML لغة CSS ولغة جافا سيكريبت الآن هي هذه اللغات الثلاثة اللي هي تستخدم في تطوير صفحات الانترنت كfront end كfront end HTML اللي يحيك له طبعا هذه التفاصيل أثناء دخولك يمكن طبعا هذه اللغات ثلاثة نحن مقدمين على القناة وأيضا عدك CSS لعملية التجميل جافا سيكريبت لعمليات الداني مكية في المتصفح فهذه اللغات الثلاثة هي تستخدم front end الأمور اللي أنت تشاهدها أمامك بالعين خلال استعراء أو خلال المتصفح لما يقرأ صفحات الانترنت الآن الأمور اللي هي الكود اللي هو مثل ما نقوله هو خلف الكواليس خلف الكواليس ماذا يحدث مثلا أنت دخلت عملية تسجيلك الدخول على أي موقع تواصل مثلا فيسبوك أدخلت كلمة share والuser name وبعد ذلك ضغطت على تسجيل الدخول الآن هذه العملية الضغطة أكو عمليات يعني خلف الكواليس أصبحت أو تجري خلف الكواليس هذه العمليات تجري خلف الكواليس يسمونها back end back end developer أيضا هو هذا قسم آخر اللي هو قسم الخاص في البرمجة برمجة الصفحة طبعا تستخدم فيه لغة PHP اللي هي لغة سيرفر يعني تتعامل مع السيرفر هذه كلها لغة لغة تتعامل مع السيرفر فلغة PHP و isp.net isp.net ليست بلغة لما هي تقنية تستخدم في شركة مايكروسوفت مثل تستخدم فيها لغة C-Sharp من خلالها أيضا يمكن أنه تعمل back end لصفحات الإنترنت أيضا عندك لغة Python تستخدم للتعامل مع السيرفر أيضا تندرج تضمن هذه اللغات وفي لغات أخرى أيضا مثلا تستخدم لغات Java لغات أخرى أيضا مستخدمة في ال back end ولكن تقريبا أكثر استخداما هي هذه اللغات الثلاثة طيب في تقنيات أخرى أيضا تستخدم في ال back end هي ليست كل لغات إنما هي تقنيات يعني هي library تسمح دعم الـ larval إلى هذه الأمور لكن كلغات برمجة هي هذه ولكن نرجع نقول ISP.NET ليست بلغة نمعية تقنية تستخدم فيها مثلا لغة C-Sharp تقنية من شركة مايكروسوفت تستخدم فيها مثلا لغة C-Sharp في أمالية ال back end أما بنسبة لمنصات التطوير تستخدم في جولة تستخدم intelligent ideas تستخدم Eclipse عادي ما فيها مشكلة شركة Adobe أيضا عندها برامج أيضا استخدمت في كثرة في تطوير صفحات الأنترنت تستخدم النوتبات الاحتيادي محرر أكواد احتيازي في كتابة صفحات الأنترنت إذن هذه بالنسبة إلى مجمل اللغات والمنصات المستخدمة في تطوير صفحات الأنترنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر